في الحقيقة مع نزول المرأة العاملة ووجود عدد كبير من السيدات العاملات بقى فيه نقاش دائم حوالين السن المناسب لنزول الطفل الحضانة فيه ناس عندها تردد حوالين القصة دي المفروض يودوا أولادهم الحضانة فيه فيه ناس بتقول بدري قوي ان احنا ننزلهم في سن صغير وده غلط عليهم فيه ناس بتقول لا بالعكس ده أنا أنزله علشان يتعلم أسرع وعلشان يعني يندمج بشكل أكبر مع المحيط بتاعه علشان يعني يبقى ايه أكثر ايه اجتماعية صحية وهو مش بس المرأة العاملة اللي بدأت اتطر انها تنزل أولادها الحضانة لكن كل الأمهات دلوقتي الفكر السائد ان أنا لازم أعود ابني ان هو ينزل يروح الحضانة علشان يقدر ان هو يكون أكثر اجتماعية زي ما بنقول اللي يتعود ان هو ينفصل عنها شوية ما يبقاش مركز حياة ونعمله نظام للحياة بشكل عام لكن فكرة ايه السن بقى المناسب اللي ودي الطفل فيه الحضانة ونفسيا ينفع ان أنا ودي طفل عمره يعني ثلاث سنين مش أكبر من كده الحضانة مناسب ولا لا دل هنعرفه من خلال ضفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس وأمين عام الجامعية المصرية للطب النفسي أهلا بحضر بك صباح الخير يا فنن صباح الخير يا فنن صباح الخير على السادة المشاهدين كلهم أهلا بس هل فعلا ايه السن المناسب اللي أنا أقول أنا ممكن أن أنزل ابني الحضانة أو بنتي الحضانة في الوقت دوب أنا كأم متطمنة أولا لا يوجد سن مناسب أو سن غير مناسب المحك الحقيقي هو أن الحضانة تلبي احتياجات الطفل في الفترة دي من عمره لكن في الأعم أجمعت معظم الدراسات أنه عند سن 30 شهر اللي هو سنتين ونص لتلات سنين ده سن مناسب جدا أنه أنا بتدي أنزل بنتي أو ابني يبتدي يروح الحضانة أو مطلق عليها دور الرعاية النهارية أو الكندر جاردن أو النيرسي أي أن كان اسمها قبل كده بتبقى تلبيت احتياجات الطفل أساسا المفروض الأم بتقدمها لكن لو الأم مشغولة باختار مكان مؤهل عشان يلبي احتياجات الطفل إن غالبا احتياجات الطفل في الفترة المبكرة بتبقى ياكل ينام يشرب يسمع شوية موسيقى أما بداية اختلاطه بالأطفال الآخرين وتعلم ما يطلق عليه المهارات الاجتماعية وكيفية التواصل وإزاي يستفيد منهم وينامي مهاراته اللغوية فغالبا إحنا بنوصي أنها تكون ما بين سنتين ونص لتلاتة ده سن مناسب جدا أن نبتدي هذه الحكاية طب محد تاني حيقول لك أنا لو وديت يعني لو هي أم ودت ابنها أو بنتها لوالدتها اللي هي جدة هذا الطفل قبل سنتين ونص الموضوع حيبقى لطيف فيها إيه لو وديته لوحدة تانية ترعاه وخصوصا أن الموضوع في السن الصغير يعني في الحضانات ما بيبقاش بيخشوا بقى فصول ولا حاجة ده بيبقى لعبه ويهزاره وبينيموهم ساعاته أنا بطفق موحك تماما قبل سن سنتين ونص لتلات سنين فعلا الحضانة ملهاش دور كبير قوي غير أنها بديل للأم لو ظروف الأم لا تسمح أنها تبقى موجودة مع أبنها أو بنتها ده موجود دلوقتي مع طبعا المرأة العاملة المشغولية زمان كان في حاجة اسمها الأسرة الممتدة فكاية الأمة حتى لو هتشتغل بيتسيبوا مع والدتها خالتها مش عارف ايه ولكن مع الظروف الحياتية اللي احنا فيها طبعا ده مش موجود دايما تباعد المسافات بقى طبعا 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 والذروف الاقتصادية والمرأة يجب بتعمل وبتساعد في البيت وبتساعد في الدخل فطبعا لوجود مكان آمن يلبي احتياجات الطفل ده حاجة كويسة جدا ولكن الفائدة الحقيقية التي يستفيدها الأطفال لما يروح وما يطلق عليه الحضانة هي الحقيقة من سن سنتين ونص إلى ثلاثة لان دي السن اللي ببدأ فيها الطفل يتواصل مع الآخر يلعب بالضبط يا فنة بيلعب بيدرك ان فيه حد تاني بيدرك ان فيه حاجة اسمها صديق فيه حد بافضله عن الآخر بنامي مهارتي الاجتماعية يعني انا في البيت مفيش قوي فكرة ايه ان انا دور او ان انا قفطابور او ان انا استنى دايما الأم والأبي اللي بلوح دي جاتي عاجلا ولكن الحضانة دي فرصة باقتدي اتعلم قواعد الحياة ان فيه حاجة اسمها دور فيه حاجة اسمها اخر فيه حاجة اسمها لأ هستنى في حاجة ان انا ماينفعش اسرخ ماينفعش اعيط لان فيه قواعد معينة بابتدي اكتسبها واحدة واحدة ولكن برضو عشان نكون امين هل الحضانة هي مثلا الجنة على الارض للاطفال طبعا لا اكيد لها عيوب واكيد لها مزايا اهم مزاياها الحقيقية هي انها بتعود الطفل على منظومة حياتية بصحف معاد معين في مواعين للأشياء. نظام في الحياة. بتعودني فكرة النظام. بدل ما الحياة طبعا في البيت بتبقى نوع من عدم النظام الشيء طبعا. الحاجة التانية ودي مهمة جدا ان هناك اخرين في الحياة غيري. دائما الطفل هو بيجبر شايف ان هو الوحيد اللي موجود في الحياة. صح. انا والدتي وزاعة الوالد يلعب دور صغير كده في الاول في بداية الحياة الطفل. نعم هو مسك في رجل مامته في المطبخ في البتاق هي بالنسباله انصر الامان. صح. هي بالنسباله اللي بتوفره احتياجاته. ايه. هي بالنسباله كل حاجة في الدنيا. فكرة بقى ان يدرك ان هناك عالم اخر الحضانة بتساعد فيه جدا. دا فيه حاجة تانية. دا فيه حاجة غير الام دا فيه اطفال اخرين. انا عاوس حاجة تتخيل معايا كده كمية المهارات الاجتماعية اللي بتعليها الطفل داخل الحضانة. طب انا عايز اعرف من حضانك. انا ازاي اقول الحضانة دي اختيار كامل الحضانة يكون مثالي. يعني ايه المواصفات اللي يجب توفرها في الحضانة عشان انا ابقى مطمنة ان ابني او بنتي يروحوا فيها. رقم واحد الامان. اهم حاجة لأي طفل الامان. الامان الجسدي الامان النفسي والامان الاجتماعي. بمعنى ايه? ما ينفعش اروح حضانة انا عارف ان الاطفال فيها بيتعوروا كتير. ما ينفعش اروح حضانة انا عارف ان فيها عدوة معينة عما لا تنتشر فيها وتكرار العدوة ده موجود. فالامان الجسدي ده شيء مهم لأي طفل وطفلة طبعا. بعديها الامان النفسي. ان الحضانة بتلبي احتياجات ابني او بنتي النفسية. يعني ايه? لما بيعيط لا يعنفونه بيحتووه. لما يكون محتاج حاجة بيلبوهاله. اخر حاجة ودي حاجة مهمة جدا ان الحضانة تكون مكان للاستمتاع وليس مكان للتعليم والقهر. لان دي نقطة مهمة جدا. انا بطريدنا نلاحظ في عيادتنا تركيز اهالي كثيرين. ان احنا بنروح الحضانة مش عشان لانا بقوله ده. لا عشان يتعلم يقرأ. عشان يتعلم يكتب. ده لغات كمان كذا لغة. يعني ده خطأ 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 خطأ. في هذه المرحلة العمرية المبكرة الاطفال يجب ان يذهبوا الى اماكن كي يستمتعوا موسيقى. العاب رياضة. تتبسط بتبقى لسه مش مؤهلة ان هو يستوعب اللي حارك بتقوله ده. يستوعب بطريقة غير مباشرة. يعني ايه? حاجة عارف زبانه. كان فيه حاجة اسمها الاغاني الجماعية. مش عارف حاجة طبعا اجيال اصغر مني. كان فيه مسلا بيعلمهم الف بيه ابا تتاجحه في صورة اغنية ونقض نرقص. مش عارف بنتعلم الابي سي بطريقة معينة. بتعلم السلم الموسيخي عن طريقة اغاني ورقص. هي دي التعليم الحقيقي الذي يحتاجه الطفل في سن مبكرة. وليس ان يمسك قلما ويبدأ في ايه? يكتب الخرف بالزبط. ولكن يمسك القلم ويرسم. يمسك القلم ويلون. انا مش عارف انا وصل الفكرة دي ولا لأ? الاطفال في تلك المرحلة المبكرة. يستمتع يعني. يستمتع ويكتسب مهارات بطريقة غير مباشرة. بعد بقى يدخل المدرسة الرسمية اللي في سن بقى ست سنين وسبع سنين. نبتدي بقى ان بقى نتعلم شوية. لكن في السن المبكرة دي. ياريت الاهالي ما يضغطوش على اولادهم. على فكرة انت لازم تبقى شاطر. انت لازم تبقى الاول. انت لازم مش عارف تبقى كذا. لا نفعش خالص. في هذه الفترة الطفل يجب ان يشعر بالاستمتاع. في بيته وفي حضنته. وفي النادي لو بيروح نادي. في مركز شباب لو يروح ايا كان بيروح فين. يجب ان يستمتع. كلما كان الطفل مستمتعا كلما فرصته في استقبال المهارات الجديدة اللي احنا عاوزين نعلمها له بقيت احسن جدا. طب. ايه المدارس الدولية في هذا الامر؟ مش المدارس ده. يعني ايه التجارب الدولية اللي اثبتت نجاحها في هذا الامر يا دكتور؟ من افضل التجارب في العالم في تعليم الاطفال. والمن اول اللي هو السن الصغير خالص لغاية ما يدخلوا مدارس هي التجربة الفنلندية. فنلندا تمتلك منظومة تعليمية تعتبر واحدة من افضل منظومات التعليمية في العالم. انا طبعا مش خبير تعليم مش هدخل في فوائد التعليمية. انا بكلم على نمو الاطفال هما في سنة صغيرة. بتعمل ايه؟ الموسيقى. الاطفال دائما يستمعون الى الموسيقى. واكتشفوا بالابحاثهم عندهم برضو قدرة على التتبق وعندهم يعني بيسموها نظام للتسجيل غير عادي. ان كلما استمتع الطفل بالموسيقى اي موسيقى. طبعا لو موسيقى جميلة هتبقى افضل ده بينمي الخلايا العصبية بتاعته. وبيعمل حاجة اسمها ويرنج. يعني بيعمل حاجة اسمها وصلات عصبية كثيرة بتتكون داخل دماغ الطفل. دي بيأكني حطت له ما يطلق عليه هاردوير جوا دماغه يستطيع بعد كده يستقبل اي حاجة لما يجبر تعليميا. فدي اول حاجة بيعاملوها. التاني حاجة عملوها الالوان. كلما كان المكان زاهي الالوان متنوع الالوان. كلما كان جذابا للطفل وكلما عمل تنبيه للخلايا العصبية اللي في النهاية. ده اللي احنا عاوزينه الحقيقة. رقم تلاتة مفيش امتحانات. مفيش حاجة اسمها مين الاول. احنا كلنا بنتبسط مع بعض. نخيل حقيقة ان ده مش بس في الحضانة بقى. ده كمان هم كملوا ده حتى في المنظومة التعنيم الابتدائي لغاية ما يوصل الواحد بعد كده بقى يدخل ما يطلق عليها المدرسة المتوسطة اقول العداية دي عندنا كل حاجة باستمتاع كل حاجة مش مهمة مين الاول ولا مين الاحساء. احنا بنعد اطفالنا للمستقبل. ده بيهيقوا نفسيا. بس احنا مش بنهزر بس. ومتعلم. مهاراتنا. مهارات كثيرة جدا. وبنقوي حاجة اسمها الوصلات العصبية داخل دماغنا. اللي بتجعلنا بعد كده لما نجبر قادرين على نبقى اسكياء قادرين على حل المشاكل. قادرين على التعامل مع الحياة. الحاجة كمان الجميلة حاجة بنسميها بنعلم الطفل توازن مشاعره وكيف يتحكم في انفعالاته كلنا عارفين. لو حد مش عارفة عندكم اولاد صغارين ولا لأ من سل سنتين لتلاتة في حاجة اسمها كده عادة متحكم في الانفعال الطفل. مرة واحدة نوبات بكاء شديدة نوبات عصبية شديدة. احنا نسميها temper tantrums. من الاشياء الجميلة في الحضانات هي ازاي بنعلم الحاجة اسمها تهدئة للطفل. مثلا نعلمه ازاي تنفس بطريقة معينة في صورة لعبة بنلعبها كلنا مع بعض ازاي نستمع لموسيقى هادئة تخلينا كلنا انفعالاتنا تهدى ازاي ان احتياجاتنا اللي لا يجب ان تلبق الان. بل ممكن نتعلم ان احنا نأجلها البعد كده كلها اشياء جميلة جدا. لو فعلا الحضانات قدرت تلبي هذه الاحتياجات هتبقى مكان ايجابي جدا اما ازا تحولت الحضانات الى نموذج صغير للمدرسة. دي هتبقى مشكلة كبيرة طيب. انا كأم اعمل ايه لما ابني او بنتي يرجعوا من الحضانة اتعامل معهم ازاي دي بقى من اهم النصايح اللي ممكن نقولها للامات والابهات على فكرة اول ما ابني او بنتي يعودوا من الحضانة اول حاجة هنعود معاها. ونستقبله وعلى وش ما علامات الترحيب ودي نقطة مهمة جدا ان الاطفال بيقروا مشاعر ابوهم واموهم بطريقة غير عادية عندهم حاسية شديدة رقم اتنين ابدي اهتمامي بيومه عشان يعرف ان الحضانة دي حاجة حلوة احكي لي يا حبيبي ايه اللي حصل ودائما تعليقاتي ايجابية ودائما نظراتي فيه لي وهو طفل صغير او طفلة صغيرة فيها نوع من الاعجاب وفيها نوع من التحفيز والحب والتشجيع ودائما بديله عبارات هيل انت كويس انت كويسة هيل انا مبسوط منك جدا ده بيرفع روحه المعنوية بيخليه يتبسط من الحضانة لانه لما بيروح عارف انه يرجع يحكي البابا ولمنته تاني الحاجة التانية بقى ودي الاهم تكوين صورة ذهنية ايجابية عن نفسه او عن نفسها دي الفترة اللي بنكون فيها انا مين فلو ده كان شيء ايجابي من الاول والاهل هم اللي بينقلوا ليه هتبقى تجربة ناجحة جدا فالنصيحة نقعد معاه ونسمعه ونسأله ونسأله بيحس الفرحة كده اللي احنا رجع مرة تانية للبيت لانه دي بيحسنا دي الفطام التاني للطفل طبعا وكأنهم بيتطمن اني مهما رحت انا راجع للحضن تاني انا راجع للامان تاني انا راجع للناس بتحبيني تاني السوشيال ميديا والانترنت والموبايلات خلت للأسف الشديد فيه نسبة كبيرة من اطفالنا بيتكلمهم متأخر وده ما كانش موجود فيه اجيالنا ولا الاجيال اللي قابلينا لان ما كانش كان فيه تلفزيون ابو قناتين ثلاثة النهاردة الطفل منه هو صغير الام عايزة تطبخ فتسيب له التابلت او تسيب له الموبايل وهو عمال يفتح حاجات فيه مشكلة كبيرة فيه ناس بتبقى مستعجلة ان اولادها هيتكلموا بدري والحضنة ساعات بتساهم في ده وساعات ما بتقدرش تساهم في ده تعليق حضرت من احد فوايد برضو الحضنة والاختلاط بالاطفال الاخرين ووجود مشرف او مشرفة هو التشجيع على الكلام وعلى بيسميها مهارات التعبير عن النفس ومش الكلام بس يا دكتور بعد اذن حضرتك النطق الصح يعني اللدغة اللي بقيت موجودة ودكاترة التخطب حددهم النهاردة عامل ازاي مقارنة بقى قبل كده طب ما هو ده من ايه من او انا في سن صغير ما بسمعش حد بيتكلم جنبي عارف حاجة زمان الجدة الجدة دي كانت لعب دور مهم جدا في الاسرة الجدود الجدود القصور كانت الجدة النهاردة زيارة اخر تحكي حكايات للطفل كانت دايما تقعد معي وتحكي وتتكلم كتير 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 دلوقتي طبعا دفت قد نامع التقدم الحديث ايه البديل اني اختلط باطفال اكتر اللي هي الحضانة اني استمع الى حاجات بيسموها ناس بتتكلم اكتر ناس بتتحدث اكتر ومهم قوي نقول للأبهات والأبهات ومش فينا الحضانة ما اتكلمش بلغة طفولية مع الطفل بالعكس اكون واضح النطق واضح الكلام بتكلم بطريقة واضحة عشان الطفل ما يكتسبش لغة اخرى الحاجة التانية او مطقم ووحش الحاجة الحضانة بتلعب فيها دور مهم جدا فترة الحضانة دي فترة الطفل بيريح فيها من الميديا والانترنت والسوشيال ميديا تماما صح عشان كده بنقول للحضانات نقفل كل الكلام ده تماما ونهتم قوي بالتواصل المباشر ما بين المشرف او المشرفة وبين الاطفال كلهم طيب ايه العلامات كلية كامة اقول الحضانة دي مش مناسبة لابني او بنتي اول حاجة ودي طبعا علامة واضحة جدا لو رجع مصاب طفل بيرجع متعور طفل بيرجع سديته مكسورة طفل بيرجع معرفش ايه مفتوح طبعا دي حضانة غير امنة الحاجة التانية دائما طفل بيرجع حزين من الحضانة مش ده الطبيعي ممكن في الاول يبقى فيه نوع من القلق وليس الحزن انا خايف بس ان انا سبت اهلي لكن ارجع حزين ومنكسر وفيه حاجة اسمها عيني نزلة تحت ايه علامة خطر جدا ان فيه حاجة غلط بتحصل في الحضانة ايه بقى بيزعقولهم جامل ممكن يكون كده ممكن يكون تركين الطفل يتم التنمر عليه من بقية الاطفال وما بيعملش كونتور طبعا بيقول الحضانة انها لازم تحمي الاطفال كلهم طبعا فدي لازم مهمة قوي وهم استعيد فيها يعني بكل حاجة بنقولها بقى مهمة جدا فيه لمعة في عينين الاطفال كل طفل عنده لمعة كده في عينه لو اللمعة دي اختفت يبقى فيه مشكلة كبيرة بتحصل وهنا يجب على الاهل التدخل مبكرا وحماية بنتهم او ابنهم من اي مخاطر هي دي العلامات اللي نقلع منها جدا طبعا طب وعلى اي اساس نقدر نقيم ده يعني نقول ده ازاي لو احنا اتبعنا النصيحة الاولانية ان ابني او بنتي كل ما يرجعوا للحضانة انا بقعد معاهم واقول لهم ايه اللي حصل واعد استمع اليهم هيبقى انا عندي قناة تواصل مفتوحة فهعرف ايه اللي بيحصل منهم في الحضانة الحاجة التانية اللي شافناها مع الاطفال الصغيرين اركز بقى بيرسموا ايه ايه الالعاب اللي بيلعبوها لما بيرجعوا لانها غالبا بتعبر عما حدث في الحضانة فلو لقيت علامات خطر علامات ناس بتتخانق علاماتنا مش عارف ايه سوق معاملة معرفش ايه حد يعني ساعتها لا اخد حضري بقى اخد حضري جامد يعني احنا كمان بنأكد ان مفيش مشكلة ان الاطفال تنزل للحضانة من سن ثلاث سنين بالعكس ده هيخليه اكثر اجتماعية زكي ليه مهارات كتيرة بتحسسه بينهم متابع مع المجتمع وبشكل كبير جدا مش منفصل عنه انا بشكر حضريك شكرا جزيلا عن نورتنا دكتور هشام رامي استاد الطب نفسي جامعة عين شمس وامين الجامعية المصرية للطب نفسي اهلا بحضريك من نورتنا وشكرا عن وجودك شكرا جزيلا عن وجودك